أكد المرشح الرئاسي عبدالسند يماما أن أهم محاور برنامجه الانتخابي هو إصلاح التعليم وأشار المرشح الرئاسي إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي مضيفا أن رؤيته للإصلاح التشريعي تهدف إلى تحقيق تعاشى لمجلس الشيوخ وزيادة اختصاصاته التشريعية هذا إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل اشتركوا في القناة